أقول أن التقدم الذي تكون به هذه القوات إلى محافظة حلب سيطرت بشكل تام تقريبا على محافظة حلب وتصل إلى مشارف حماة وهي تسيطر على كرة في ريف حماة لكن سيد سعيد هناك تضارب في الأنباء من هنا المعارضة المسلحة تقول أننا سيطرنا على مناطق معينة يأتي تصريح آخر من الجيش السوري ويقول أن هذه المناطق هي تحت سيطرة الجيش السوري لماذا نشهد في هذا الصراع تحديدا هناك تضارب كبير في الأنباء بما يخص ما يتم نشره للإعلام نعم تعرفين حضرتك سيدتي أن هذه المناطق واسعة جدا وشاسعة وتضم العديد العديد من الكرة يعلن الجيش السوري أنه استعاد عدة كرة وتعلن المعارضة أنها دخلت إلى كرة أخرى في ريف حماة الهدف الرئيسي للنظام السوري نعم هو تفاجأ في الهجوم على حلب واضطر تحت هذا الهجوم أن يسحب قواته لبناء قط دفاع في حماة هذا عسكريا ما يمكن تفسيره لأن الانهيار السريع لمنطقة حلب يعني أن الجيش السوري لم يكن قد حصن دفاعاته في حلب وأنه تفاجأ في الهجوم واضطر إلى سحب كل قواته لبناء خط دفاع قوي في حماة لماذا حماة؟ لماذا حماة؟ لأن سكوت مدينة حماة وكل محافظة حماة يعني فتح الطريق على حمص ويعني أيضاً وما هو خطير أنه قد يحاصر الساحل السوري يعني بالنظر إلى خريطة سوريا نجد أن من يصل إذا وصلت هذه الكوات من حماة إلى حمص ستفرض حصاراً وستفرض وربما قد تتجه غرباً باتجاه الساحل السوري أي مناطق النفوذ الكبيرة لسوريا ومناطق أيضاً وجود القواعد البحرية والمطارات الروسية فمن أجل ذلك اضطر الجيش السوري أن يقيم دفاعات قوية جداً في حماة أو أن يعود بهجوم معاكس على المناطق التي احتلتها المعارضة السورية في ريف حماة من أجل وقف تقدمها وتدخل الطيران للروسي وتدخل الطيران السوري بيقصف عنيف جداً على هذه القوات يعني أليس هذا المشهد يعود بنا إلى بداية الأزمة السورية إلى 2011؟ هل من الممكن تكرار هذا السيناريو مرة أخرى في سوريا؟ من الممكن تكراره ولكن أنا أرى أن منطقة دمشق وريفا بمخرجات جديدة أم سنعود إلى ما نحن عليه في السابق؟ هناك مشهد جديد سيكون في سوريا ما هو المشهد الجديد المرتقب في سوريا؟ يعني في ظل كثرة الأطراف المشاركة في هذا الصراع وكثرة الدول المشاركة ولكن هي تقع على أرض سوريا إذن ما هي المخرجات التي من المفترض أن تقول لها هذه التفاوضات؟ وكذلك إذا انتقلنا بالحديث إلى جلسة مجلس الأمن يعني من من الممكن الذي ستتوصل إليه هذه الجلسة؟ ما هي المخرجات؟ الحل النهائي في سوريا يجب أن يكون حل ديبلوماسي وسياسي يجب أن تنطلق عملية سياسية في سوريا تدع السوريين تقرير مصيرهم وهم يجب أن يختاروا نظامهم وأنا أتوجه بالنداء إلى الدول العربية التي فتحت علاقات أقامت علاقات من جديد مع النظام السوري أن تحتضن سوريا كلها لأن سوريا هي دمرت وستدمر أكثر وأكثر وكما أشرت حضرتك كل اللاعبين العالميين موجودين على أرض سوريا وهناك حرب ألمية مصغرة في قلب سوريا من الأكراد إلى الميليشيات العراقية التي قيل أنها دخلت إلى سوريا لمساندة النظام إلى القوى الإيرانية المضادعة والتي عمادها كان حزب الله والذي أعلن حزب الله كما تفضلت سابقا أنه في القوات نعم حزب الله أعلن أنه لم يرسل قوات ولكن في ذات الوقت الجانب الإيراني ذكر بأن إذا سوريا احتاجت إلى قوات مسلحة فإيران جاهزة لتزويدها بهذه القوات يعني الدعم الإيراني إلى سوريا مستمر ولكن هناك حديث كشفت عنه رويترز عن قيام الولايات المتحدة والإمارات بمناقشة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على الرئيس بشار الأسد مقابل أن يبتعد عن إيران ويقطع طريق الأسلحة إلى لبنان هل من الممكن تطبيق ما ذكر الآن على أرض الواقع؟ هل من الممكن قطع العلاقات السورية الإيرانية تحديدا؟ هل سيقبل بشار الأسد بهذا المقترح؟ أولاً أن إيران أعلنت أنها ستدعم سوريا بالدعم بالرجال ولكن أي رجال طبعاً ليسوا الإيرانيين طبعاً هي تحارب دائماً في القوى في الميليشيات العربية الموالية لها هي ستدعمه بالميليشيات العراقية التي ستحاول إرسالها إلى بالرغم من نفي الجهات الرسمية العراقية تدخل في الحرب السورية ولكن استمعت إلى أحد القادة العسكريين كان يقول بأن هناك ميليشيات دخلت إلى سوريا وليس الحشر الشعبي يعني إيران الأزرع الإيرانية هي ما ستحركها لن تستطيع تحريك حزب الله لكنها من الممكن أن تحرك بعض الميليشيات العراقية بالعودة إلى سؤال حضرتك أن هل من الممكن أن يبتعد النظام السوري عن إيران إن لم يكن هناك حل دائم إن لم يقبل النظام السوري بحل يعيد بمجابه السوريين المهجرين واللاجئين في أنحاء العالم إلى بلادهم وإعادة السلام والأمن إلى سوريا ودعوة الجميع لتقرير مصيرهم ولاختيار نظام جديد إن لم يبتعد عن إيران فإنه سيلاكي مصير حزب الله في لبنان المستقبل هو وخاصة مع الإدارة الجديدة لترامب المستقبل هو لأن تكون كل دولة بذاتها قائمة بذاتها لا تمتد ولا تضع يدها على دول أخرى يعني تقطيع أزرع إيران في المنطقة هذا ما سنشهده في القريب في المستقبل لأن من الممكن أن يقبل الإدارة الأمريكية أن تكون إيران دولة قوية داخل إيران ولكن دون التدخل في أي منطقة من المناطق المجاورة